موسيقى الحين نبيندش على الدوال المثلثية اللي هما التراقانومتريك فانكشنز اللي هما الساين والكوساين والتان وطبعا مهمين في الكالكولس ومهمين بعد قيمهم قيم الساين والكوساين ولا تنسى انه ما في حاسبة فخلال هالشرح ان شاء الله راح أخليك تعرف كل القيم اللي ممكن يتواجهها في الامتحان بس احتاج منك ان تتذكر وتركز معي شوية الدائرة هذه في الرياضيات تساعدني على اساس اني احسب قيم الساين والكوساين وتوابعهم بس لازم تتذكر امور انه لازم تعرف الزوايا ترى الزوايا اللي في الاحمر يعني هني الزاوية الصفر او 2π هني الزاوية عندي πي اوبر 2 اللي هي 90 وهني الزاوية عندي πي اللي هي 180 وهني الزاوية عندي 3πي اوبر 2 اللي هي 270 او سالب بي اوبر 2 اللي هي سالب 90 فاللي في الاحمر هذيله هم الزوايا اللي في الاخضر اللي هم النقاط يعني هني النقطة قيمتها 1 وصفر لانه هذه الدائرة ترى اسمها unit circle فهذه unit circle يعني طبعا وحدة فالنقطة اللي موجودة هني قيمتها 1 وصفر لانه 1 راح امشي بس وما تحركت على الواي فقيمتها 1 وصفر القيمة في العكس راح تصير سالب 1 وصفر لانها عكسة في الاتجاه اللي فوق الـ x بصفر والواي بواحد لانه قلنا unit circle اسمها واللي تحت عندي صفر رسالة بواحد المطلوب منك انه تعرف الزوايا وزوايا حدهم سهلي وتعرف النقاط اللي اسأل من الزوايا اساسا هما واحد وصفر فقط وهذا الزوايا الحمرة يسمونها زوايا الربعية او الزوايا المحورية بس الربعية احسن انه اللي تقص الأربعة هني الربع الأول الربع الثاني التالف الرابع فعشان تذي الزوايا راح نسميهم بالزوايا الربعية على اساس ہے تعرف قيمة سان الكوساين في معلومة جدا بسيطة ان القسم الأول في النقطة راح يعطيك كوساين هذا اركز عليها والقسم الثاني في النقطة راح يعطيك سان واذا طلبت منك التان التان راح تصير الساين على الكوساين وطبعا لو طلبت منك مثلا السك السك عبارة عن شنو؟ عبارة عن واحد على كوسين هذه معروفة زي لو طلبت مثلا هنا أكتبها كوسيكن الكوسيكن عبارة عن واحد على السين ولو طلبت الكوتان الكوتان مقلوب التان أو تساوي كوسين على سين فأنت المطلوب منك تعرف أن القسم الأول كوسين والقسم الثاني سين والتان عبارة عن سين على كوسين وإذا طلبت منك السك واحد على الكوسين وإذا طلبت منك الكوسيكن عبارة عن واحد على سين نأخذ أمثلة توضيحية على أساس تفهمهم لو طلبت منك مثلاً كوسين الصفر شون تحسبها؟ طبعاً تكون حافظ هذا الكلام أرجوك فتروح عند الصفر في نقطة عند الصفر هذه هي الكوسين القسم الأول فالقسم الأول شم قيمته؟ أبواحد فتقول أن كوسين الصفر راح تساوي أبواحد زي لو طلبت منك ساين الباي تروح عند الباي لها الزاوية في نقطة الساين القسم الثاني القسم الثاني بصفر فتقول أنه ساين الباي راح تساوي صفر لو طلبت منك كوسين ثري باي وبرتو تروح عند ثري باي وبرتو في نقطة الكوسين القسم الأول فالقسم الأول شم قيمته؟ بصفر فتقول أنه هذا بصفر لو طلبت منك ساين باي وبرتو تروح عند الباي وبرتو الساين القسم الثاني اللي هي الواحد فتقول الناتج هنا راح يساوي الواحد زي لو طلبت منك تان الصفر بسيطة تان الصفر ترى عبارة عن ساين الصفر على كوسين الصفر فتساوي تروع عند الصفر هذه الزاوية الصفر في نقطة ساين على الكوسين الساين بصفر والكوسين بواحد ساين بصفر كوسين بواحد فراح تصير بصفر على الواحد وصفر على الواحد راح يعطينا بصفر زي لو طلبت تان الباي نفس الحكاية عبارة عن ساين الباي على كوسين الباي وهذا راح يساوي تروح عند الزاوية π السين بصفر والكوسين بسالب واحد تقسمهم على بعض سين على كوسين عشان تحسب التان فسين الباي هنا قيمتها بصفر وكوسين الباي قيمتها بسالب واحد والصفر على السالب واحد راح يعطينا الناتج بصفر زي لو طلبت منك سيكن الباي سيكن الباي معناتها معكوس الكوسين يعني هذي واحد على كوسين الباي وهذا راح يساوي واحد على كوسين الباي هذي الباي الكوسين القسم الأول اللي هي سالب يعني على سالب واحد فالناتج كلها راح يصير سالب واحد كوسيكن باي وبرتو شنو معناتها معناتها واحد على سين باي وبرتو لأن الكوسيكن معكوس السين فهذه راح تساوي واحد على سين باي وبرتو هذي الباي وبرتو السين القسم الثاني واحد ستصير بواحد واحد على واحد راح يعطينا واحد سيكن الصفر معناتها واحد على كوسين الصفر معناتها واحد على تروح عند الصفر الكوسين القسم الأول واحد يعني راح تصير بواحد على واحد فالناتج كلها راح يعطيك بواحد كوسيكن سالب πي over 2 معناتها واحد على سين وسالب πي over 2 فهذه راح تساوي واحد على سين سالب πي over 2 وهذه سالب πي over 2 السين القسم الثاني سالب واحد فتقول على سالب واحد واحد على سالب واحد راح يعطيني النافج بالسالب واحد وانتده يكون حسبة القيم طبعا اي قيمة في الامتحان يسألك عنها سواء كانت صفر ولا 5x2 ولا 5x3x2 او سالب 5x2 او 2π من خلال هالدائرة والنقاط والمعلومة البسيطة ان القسم الاول كسان والثاني سان ممكن تحسب اي قيمة انت في الامتحان اي من هالقيم ممكن تشوفها في الامتحان فانت لازم تكون عارفهم وما في حاسبة انتبه زين نروح الى الزوايا هني خلصناهم الحمر ناخد زوايا بعد غيرهم انه فرضا لو عندي زاوية πاي اوبر 3 هذه ثلاثة او 60 درجة الباي ترقيمة 180 فباي اوبر 3 او 60 وهذه باي اوبر 6 او 30 درجة المطلوب منك انك تحفظ المثلث في الزوايا والاضراء شو انت تذكرهم سهلة باي اوبر 3 تشوف الثلاثة اللي قابل الثلاثة جذر ثلاثة وهني واحد واثنين الوتر اثنين دائما عندنا اهني نفس المثلث بس راح نغير الزوايا والاضراء اهني صارت باي اوبر 4 وهذه باي اوبر 4 طبعا باي اوبر 4 اللي هي 45 فلاحظ ان باي اوبر 4 باي اوبر 4 الاضلاع واحد وواحد والوتر مو اثنين هالمرة جذر اثنين فانت المطلوب منك على اساس انه تحسب القيم باي اوبر 3 او باي اوبر 6 او باي اوبر 4 لازم تكون عارف المثلثات وعارف اضلاعهم لازم الاضلاع تكون عارفهم وفي ملاحظة صغيرة ان الساين عبارة عن مقابل على الوتر هذا نعرفها من ايام المتوسط الكوساين عبارة عن مجاول على الوتر والتان عبارة عن المقابل على المجاول واذا سألتك عن السك مع كوس الكوساين واذا سألتك عن كوسيكن مع كوس الساين واذا سألتك عن كوتان مع كوس التان فانت شديد تكون عارف كل شيء بس اهم شيء تكون حافظ المثلثات بالزوايا والاضلاع والمعلومة هذه البسيطة لابد ان تكون عارفها ناخذ مثال لو نبي مثلا كوساين باي اوبر 3 ركزها تروح عند الباي اوبر 3 الكوسين المجاور على الوتر المائل هو الوتر المجاور على الوتر يعني واحد على الاثنين فالناتج هنا سن lounge sine pi over 4 تذهب عند la pi over 4 sine صاها تذهب عند la pi over 4 تذهب عند la pi over 4 sine المقابل على الوتر يعني واحد على جهة الاثنين تذهب عند la pi over 6 التان المقابل على المجاور لازم تروح عند الزاوية دير بالك هذي 5 or 6 فالمقابل على المجاور يعني واحد على جذر ثلاثة فهذه واحد على جذر ثلاثة زين كوتان كوتان لازم تطلع التان أول تروح عند التان التان شو تساوي مقابل سواء هذي قلنا ولا هذي الزاوية ما تفرق هنأخذ هذي المقابل على المجاور يعني الكوتان المجاور على المقابل فواحد على واحد فالناتج راح يعطيني بواحد طيب سيكن pi or 6 السيكن معكوس الكوساين يعني لازم تطلع كوساين أول كوساين pi or 6 هذي pi or 6 الكوساين تساوي المجاور على الوتر يعني السيكن راح تصير الوتر على المجاور العكس يعني 2 على جذر ثلاثة بعد راح تصير ب2 على جذر ثلاثة طيب كوسيكن pi over 3 الكوسيكن معكوس الساين يعني لازم تطلع الساين أول طبعا عند pi over 3 تروح هنا عند pi over 3 الساين المقابل على الوتر فالكوسيكن راح تصير الوتر على المقابل يعني 2 على جذر ثلاثة فهذا راح تصير ب2 على جذر الثلاثة زين 10 pi over 4 تروح هنا عند pi over 4 10 pi over 4 يعني المقابل على المجاور فواحد على واحد فالناتج كله يعطينا بواحد زين كوسين الباي من وين طلحها فكر انت شوية تقدر طلحها كوسين الباي ها كوسين الباي مو من المثلثات دير بالك من الدائرة تروح هنا عند الباي الكوسين القسم الأول فالقسم الأول اللي هو سالب واحد يعني كوسين الباي بسالب واحد لازم تعرف الزوايب من وين تأخذهم وهذه صفحة رحيل مهمة في الكالفولس ما في حاسبة في الامتحان فلازم تكون فاهمها وبهالطريقة ان شاء الله رح تكون عارف كل القيم انزين الحين لو فرضا عطاني بعض الزوايا اللي ما اكون عارف قيمتهم يعني عطاني غير الزوايا الربعية وغير زوايا المثلثات طب ها مثلثات خذيناهم قبل شوية وزوايا ربعية خذيناهم لو عطاني زوايا غيرهم شو ممكن احسبهم بسيطة الفكرة انه بس في ملاحظة لازم يكون عارفينها ان في الربع الاول لو كانت الزاوية موجودة في الربع الاول كل قيم الدوال المثلثية موجبة لو كانت في الربع الثاني بس الساين ومقلوبها اهي الموجبة لو كانت في الربع الثالث التان ومقلوبها اهي الموجبة لو كانت في الربع الرابع الكوسين ومقلوبها اهي الموجبة ففرضا لو الزاوية كانت في الربع الثالث وكنتها بقيمة الساين في الربع الثالث وبقيمة الساين الساين راح تكون سالبة فهذه الملاحظة راح أستفيد منها بعد شوي عشان أحسب القيم فالربع أول للكل موجب الثاني الساين ومقلوبهم موجب هنا التاني ومقلوبهم موجب هنا الكسام ومقلوبهم موجب ويصير تحفظها بعبارة أن يعني نفس الجملة ونفس الأحرف اللي في البداية زي لو ناخد مثلا هذه القيمة لو يبي كوساين خمسة π over 6 طبعا مش تسوي over 6 هذي نعرفها فييني خمسة هذا الخمسة شيلها فلو تشيلها راح تصير عندك إنه هذه الكوساين وتبقى π over 6 يعني أول شي العدد المضروب في الπ تشيلها طبعا لو تلاحظ كل الزاوية الربعية الπ مو مضروبة في عدد إلا هذه بس اللي هي 3π over 2 هذي لازم تكون عارفها عشان لا تنساها هنا الباي مو مضروبة بعدد ولا هنا ولا هنا ولا هنا يعني أنت أول ما تشوف أنه في عدد مضروب في الباي والمقام مألوف المقام راح يكون إما 6 ولا 3 ولا 4 على طول العدد المضروب في الباي تشيلها كأنه غير موجود فراح تصير نفسها كوساين π over 6 بس في ورطة بسيطة أنه لازم أعرف الزاوية هذي تقع وين لو عرفت هذه الزاوية تقع في أي ربع على أساس أحدد الإشارة يمكن تكون موجب يمكن تكون سالم زين الπ over 6 ترى معناتها 30 هذي π over 6 ترى نقصد فيها 30 درجة والπ over 3 ترى نقصد فيها 60 درجة والπ over 4 ترى نقصد فيها 45 درجة الحين أنت عليك الحسابات أنه π over 6 معناتها 30 يعني راح تصير عندي لو أسويها بحسابات سريعة خلي سوييني أحسن 30 اللي هي π over 6 ضرب 5 يعني الناتج راح يعطيني 150 طبعا 150 معناتها أنه زاوية في الربع الثاني والربع الثاني بس الساينة هي الموجبة فمعناتها الكوساين لازم تكون سالبة يعني هذا السالب لأنه زاوية تقع في الربع الثاني عادة أقولي ساوي السالب هذي موجودة π over 6 كوساين π over 6 تروح عند ال 5 over 6 الكوساين عبارة عن مجاور على الوتر فالمجاور عندي اللي هو جذر ثلاثة والوتر أثنين يعني راح يكون سالب جذر ثلاثة على الأثنين وهذه هي القيمة المطلوبة زي نفس الحكاية لاحظ π over 4 نعرفها بس فيه ثلاثة فأنت راح تشيل للثلاثة يعني هذا راح يصير sin π over 4 بس قلنا المشكلة أن الزاوية لازم يعرف تقع وين على أساس أحطه هنا موجب ولا سالب يمكن موجب يمكن سالب فلازم نحسبها π over 4 يعني 45 ضرب ثلاثة فنسويه هنا أنه راح تصير ب 45 مضروبة في الثلاثة معناته راح تطلع 135 135 تقع في الربع الثاني الربع الثاني الثاني موجبة يعني هذا القيمة موجبة فهذه راح تصير موجبة والحين نحسب sin pi over 4 تروح هنا عند pi over 4 السين المقابل على الوتر يعني واحد على جذر أثني فهذه راح تصير بواحد على جذر الأثني زين لو نبي tan 2 pi over 3 over 3 نعرفه بس الأثنين لازم أشيله فهذه راح تصير tan هي نفسها pi over 3 بس لازم أعرف الزاوية تقع وين علشان نحط موجب ولا سالب فنروح هنا أن pi over 3 ترى معناته ستين ضربة ثنين يعني أثنين مضروبة في الستين فالناتج راح يصير 120 120 معناته في الربع الثاني إذا كانت في الربع الثاني بس السين موجبة معناته التان راح تكون سالبة زين هذا راح يساوي السالب موجود التان pi over 3 تروح عند pi over 3 التان عبارة عن المقابل على المجاور يعني الجذر ثلاثة على الواحد فالناتج راح يعطينا في جذر ثلاثة زين طبعا سيكن لازم تحسب الكوساين ان شا تسوي تشيل الخمسة لأن المقام أربع نعرفه يعني هذا راح تصير هي نفسها بالضبط سيكن هذه راح تصير بسيكن لل pi over 4 بس لازم أعرف الزاوية تقع وين pi over 4 ضرب 45 ضرب خمسة يعني هنا راح تصير بـ 45 ضرب الخمسة فمعناتها راح تصير 180 زاد يعني في الربع الثالث هذه بالحسابات راح تصير طبعا مو ضرورة تطلع القيمة بالضبط انت عرف أي ربع أنا شو حسبتها 45 يعني 90 90 180 زيادة 45 يعني تقريبا راح تصير 225 فهذه هي قيمتنا اللي هي في الربع الثالث لو رو عاد للربع الثالث ترى التان موجبة التان بس هي الموجبة أنا عندي القيمة سيك السيك معكوس الكوساين يعني سالبة فهذا راح يساوي بسالب و سي كم pi over 4 عشان نحسبها تروح هنا السيك معكوس الكوساين الكوساين المجاور على الوتر يعني راح تصير الوتر على المجاور فتعطيني بجذر 2 طبعا جذر 2 على الواحد زي أن 4 pi over 3 راح نشيل الأربعة وهذه راح تساوي كوسيكا و pi over 3 قلنا بس الورط انه فيه أربعة لازم اعرف تقع الزاوية في أي ربع فpi over 3 ترى 60 60 ضرب أربعة معناتها أربعة و مضروعة في الستين وهذه راح تعطيني بـ 240 240 معناتها في الربع الثالث إذا في الربع الثالث بس التان و مقلوبها موجب فمعنات الكوسيكا راح تعطينا سالب لأنه في الربع الثالث في الربع الثالث بس التان و مقلوبها فهذا راح يكون سالب زي كوسيكا pi over 3 هذه ثلاثة pi over 3 تروح هنا الكوسيكا معكوس الساين يعني لازم اطلع الساين أول فالساين راح تصير للمقابل على الوتر فالكوسي كان الوتر على المقابل يعني 2 على جذر الثالثة فهذه راح تصير بـ 2 على جذر الثالثة زي هذه خلصت منهم انتقل الى مساء البعد زيادة لو نبي كوتان سبعة pi over 6 طبعا over 6 نعرفها انت راح تشيل للسبعة يعني راح تصير كوتان و pi over 6 بس لازم اعرف الزاوية تقع وين pi over 6 ترى معناتها ثلاثين pi over 6 هذه هي ثلاثين درجة راح اضربها بسبعة هنسوييني معناتها سبعة ضرب ثلاثين الناتر راح يعطيني ميتين وعشرة ميتين وعشرة معناتها في الربع الثالث الربع الثالث معناتها التان ومقلوبها كوتان يعني هذه موجبة طيب الحين نبي نحسب كوتان pi over 6 هذه pi over 6 الكوتان معكوس التان خلنحسب التان أول المقابل على المجاور هذا التان يعني الكوتان المجاور على المقابل يعني جذر ثلاثة على واحد فالناتج راح يعطينا في جذر ثلاثة على الواحد يعني جذر ثلاثة زين كوساين هنا في سبعة طبع لاحظ أنه أربعة يعني pi over 4 نعرفها فراح تصير كوساين وهذه راح تعطيني في pi over 4 بس لازم أعرف الزاوية تقع وين pi over 4 45 فسبعة مضروبة في 45 فهذه راح تعطيني طبعا مو بالضرورة قلنا طلع القيمة ف45 ضرب سبعة راح تصير في الربع الرابع فهذه راح تصير عندي في الربع الرابع لو أروح إلى الربع الرابع الموجب كوساين ومقلوبها إذا الكوساين موجبة وأنا قاعد أحسب قيمة الكوساين ممتاز يعني هذه الإشارة راح تصير موجبة زي أن الحين نبي كوساين pi over 4 تروح هنا الكوساين عبارة عن المجاور على الوتر يعني واحد على جذر الثني فهذه راح تصير بواحد على جذر الثني زي ساين 5 pi over 3 طبعا الخمسة هذه خلها شوية لأنه pi over 3 نعرفها يعني راح تصير بساين و pi over 3 بس المطلوب أني يعرف الزاوية تقع وين pi over 3 ستين pi over 3 ستين ضرب خمسة يعني خمسة مضروبة في الستين فيعطينا الناسج بـ 300 وإذا كانت 300 معناتها راح تصير في الربع الرابع الربع الرابع بس الكوساين موجبة ومقلوبها وإحنا نبي قيمة الساين فلازم نحط سالب فتساوي سالب الحين ساين pi over 3 تروح عند ال pi over 3 الساين المقابل على الوتر يعني جذر ثلاثة على الأثنين فإذا راح تصير بجذر ثلاثة على الأثنين وبهالطريقة أكون حسبت القيم لو حط لي زاوية ما عرفها بهالطريقة ترى هل القيم هذه حين مهمة قلنا في الامتحان ممكن تصادفها في أي سؤال في الامتحان